علي بيك صباح الخير بالتسهيل والتخفيف على أشقال الفلسطينيين كما هي الرؤى الملكية الثامن وكما هي توجات عطبة مدينة من العام أن نقدم كل تنسيلات خدمة المواطنين على جانب أرسل الحمد لله رب العالمين أمطار الخير في مستوى فناطق المملكة نأخذ مجزية سريعة من خلال العمليات الخيرة الملازمة على المجيد دادام أخير رب العالمين تصبعك على بيك الترسال للمشاهدين جميعا بقصوص الحركة الصباحية لأذا اليوم الحمد لله حبات الخير تصغبت على أرض وطرنا للحبيب من فترة الصباحية بسبب ذلك تقاطر حركة سير وخصوصا شارع استقلال شارع الشهيد أيضا شارع الجيس ما بعد شارع المسلخ باتجاه شارع الجيس باتجاه شارع الغداني في عنا حركة سير أيضا شارع المدينة منورة ما بعد اليوبيل باتجاه الترجمعة باتجاه شارع عكب الفائز أيضا شارع ملك عبدالله الثاني العواقع لهذا اليوم كانت كالهاتي كان في عنا تعطل إشارات ضوية إشارات مصنع الأخشاب المبادل إشارات المركز الأبني باتجاه كلية خطين أيضا إشارة المصدر إشارة رشاد إشارة الثلاثين السفلية تم صلاح الإشارات عمل إشارات صلاح إشارات بشكل كامل بالتعاون مع وجوهات الأمانية فقط الآن عندنا صلت إشارة رشاد الشارع المدينة معطلة لغاية الآن بخصوص العواقع أيضا في عنا كان سفاع منسوب المياه الشارع الملك عبدالله الثاني ما مصلت النبلة أيضا مبادل شارع المنهل باتجاه أمام السفوي أيضا كان في عنا سفاع منسوب المياه نفقة وغيرة شايل قص باتجاه جسر الزهور تم تحويل السير لغاية الآن السير محول للسلافة الحوادث سمح الله ولا تعطون المركبات تم تنصيق مجموعة الأمانية بخصوص سحب المياه اللي داخل نفقة أو غيرة على العلبي كان من سموه المواطنين التعاون تم مع رقباء السير من حيث عدم الوقوف العشوائي أيضا عند تعطل المركبة محاولة قد المتعب على وقال سامي وحداش بنجل التقديم اليد العنو المساعدة له أيضا الحوادث السير البسيط ضارف الأطراف على رمصة اليمين ما في داعي قاف المركبات طفل الشهر العام لعدم عقد السير بشكل كامل أيضا ما تمناه السلامة لجميع علي بي تسارح بشكل ملحوظ اتجاني مثل اتجاني 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 جزيلا إلى الظوريات الخارجية الملازمة أشرف بين رشيد طوافير طوافير خير علي بي كيفة اخواننا المجتمعين والمشاهدين طمنا عن حالة الطرق والحالة الجوية في مناطق الاختصاص طيق سيدي زالت سيدي بصوص الأحوال الجوية ضمن طافير طريق مناطق الشمال بالكامل لان تشهد مطار متوسطة مناطق الوسط تشهد مطار مبين الغزيرة لان طريق شوية مطار بغزارة الحمد الله أيضا الموج بالعلو طريق البحر الميت الجزاز اللغ محطرة السلمان يعني انطار الحمد الله بغزارة مناطق الطريق الصحراء يعني لان الحمد الله مناطق الحيسى تشهد مطار بغزارة كان فترة صوحية كان فيه ضباب منطقة النقب الآن الحمد الله تلاشر الضباب منطقة النقب أيضا منطقة نعور وأيضا علي بيح بخصوص من الحوض التي كانت تريلم سبع على طريق المفرق جابر الحمد الله تم رفع المركز بالكامل لازلت العواق بالكامل عن الطريق العام والآن الحركة السير انسيابية بفضل الله سيد يعني مغال لأن روص الأقسام من خلال الجولات المقوم بها لتأكد أيضا من انسيابية حركة السير وتنسير حركة السير على كافة طرقنا ومن عدم انجراف للتربة وإيضا لتجمعات المياه أيضا بمثل هذه ظروف جوية عربية كان منصح كافة إخواننا بعدم التابع القريبة وعدم السرعة بالتربة والجوية وتمنى وصول آمن عملياتنا دام بالسلام للجميع شكرا جزيلا الملازم أشرف بن رشيد ورس عمليات الدوليات الخارجية ومكاتنا بالسلام للوصول الآمن للجميع قبل ما نختم لابد نتحدث مع عضو العقيد الدكتور محمد خلف غليلات مدير إدارة أمن الجسور صباح صير عصوف تك وتحيات نالك صباح خير نحن نتحدث عن إدارة أمن الجسور وماذا تقدم هذه النافذة لأشقان الفلسطينيين سيد العيز إدارة أمن الجسور تم بالأصل إنشاء جسر ملك حسين بإرادة ملكية ثامية بعام 1967 للتخفيف على أهلنا أو أشقان بالضفة الغربية نتيجة أحداث 1967 وجميعا نعلمها إدارة أمن الجسور جميع ما نقوم به من خدمات للمسافرين هي تحقيق لرؤى سيدي صاحب الجلال الملك عبدالله الثاني بالحسين حمد الله ورعاه والتي تترجم من خلال تعليمات تصدر من قياس جهاز الأمن العام لإدارة أمن الجسور بتقديم كافة الخدمات والتسهيلات لأهلنا وأشقان بالضفة الغربية جيد العيز إدارة أمن الجسور بالفترة الأخيرة صار في تطويرات في جسر الملك حسين متحدث عن جزئية تصيطة مها توسعت قاعة للقادمين العرب بحيث أصبحت تتسى لأكثر من 1500 مسافر في التوقيت تم تجاوز ساحة عبده بما تعرف لتجميع حقاب المسافرين ما بين أريحة والجسر بالطرف الآخر بحيث أصبحت الحقاب تصل قبل وصول المسافر بنفس داعة ويتم تفتيشها وتجهيزها للمسافرين تم تعديل نظام الحوسبة بإدخال المسافرين لدينا أصبح الباص المسافرين الذي يتس لخمسين مسافر لا يأخذ من التقوى الوقت لدينا أكثر من سبع دقائق كذلك الأمر تم وضع ثلاث أجهزة تكستري لتفتيش الحقاب وذلك التسريع حركة المسافرين لدينا أما بالنسبة للمغادرين الآن بمرحل توسعة قاعدة المغادرين بحيث تستسع لما يقارب 1200 مقعد بنفس التوقيت وإن شاء الله متوقع ببداية شهر 6 وقبل عطرة المدارس تكون القاعة جاهزة لستقبال أعداد المسافرين المتوقعة للعام قريب جدا إن شاء الله وتمتج جهزة بنظام تكييف متطور ضمن أفضل المعدات الموجودة داخل البلد كذلك الأمر الشحن الذي أنا أصبح وضعه أفضل من السابق لتزايد الشحن المغادر والقادم من الضفة الغربية سيد العيد سيد العيد تمتج تركيب جهاز إكتري تفتيش الشاحنات كذلك الأمر مما أدى إلى تفتيار حركة الشحن متوقع بالقريب العاجل أن يتم استقبال حاويات الشحن مباشرة تدخل إلى الأردن أو ترانزيت شريطة أن تكون هذه المنشآت من الضفة الغربية فقط وليس من خارج البطة الغربية نشكر عطفتك العقيد الركن الدكتور محمد خلاف على هذا الإجاز عن إدارة أمن الجسور كنا طبعا لقاءات مفصلة خلال فترة هذا البرنامج وزميل سمر والساندرا بعثوا للشباب الجملاء أنه عدد كبير من الرسائل يتصبع عليكم من فلسطين يتصبع على زملاء في تلفزيون وعليكم شخصيا وعلى كل أبناء